السلام عليكم ازايكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير قرارة نقابة الاعلاميين إلغاء تصريح مزولة المهنة لتامر امين لمخالفته ميساق الشرف الاعلامي لسه الكلام ده من دقايق بسيطة بعد تحقيقات استمرت لأكتر من ثلاث ساعات ونص النهاردة السبت يوم عشرين اتنين عام عشرين واحد وعشرين طبعا تامر امين مقدم برنامج اخر النهار على قناة النهار انتهت التحقيقات ازاي بقى التي استمرت كرابة ثلاث ساعات انتهت بسبوت مخالفته لميساق الشرف الاعلامي الكلام ده لسه من دقايق بسيطة وطبعا انه هو اخترق كل الحدود طبعا بحكاية كلامه عن الصعيد وان بنات الصعيد بيشتغلوا خدمين وان اولاد الصعيد بيتسموا الولابيلية لما بروحوا يصرفوا على اهليهم وفعلا تطاول بالحد الكافي على اهلنا في الصعيد وعلى الفلاحين وكان لازم ياخد واقفة جديدة وناس كتير ما كانتش متوقعة ان القرار هيبقى بالقصوة دي وانه هو فعلا هيتمنع تماما من مزولة المهنة اللي هي مهنة الاعلام بعد كده ولكن طبعا خلاص ده الموضوع ده اتثبت وخلاص بقى رسمي هو ممنوع من مزولة المهنة للسيد تامر امين ابراهيم يوسف بسيوني لمخالفته ميساق الشرف الاعلامي طبعا في المواد اللي انا لسه ايلهلكوا طبعا كانت ان هو لازم كان ينص على احترام الاديان السماوية والقيم المجتمعية واداب وتقاليد المهنة وكمان احترام الكرامة الانسانية وعدم الاساءة الى اي فئة من فئات المجتمع ده هو الحاجات اللي هو اخترقها فطبعا خلاص كده مش هيقدر يظهر على اي شاشة تانية كلكم كنا فاكرين وانا منكم ان هو مجرد هتحقق معاه شوية ويتوقف شهر او شهرين ويرجع تاني للبرنامج بتاعه ولكن الحمد لله هو خلاص مش هيقدر يمارس المهنة مرة تانية ناس هتقول انت متحملة عليه كل واحد بيغلط لازم ياخد جزئه طبعا بس يا ربي ما يكونش زي موضوع محمد رمضان لما وقفوا عن العمل وقالوا مش هيقدر يمثل تاني ورجع مرة تانية هو اعتذر اه ناس كتير قبلت الاعتذار لكن في ناس اكتر قالوا ان اعتذاره مرفوض وممنوع كل الحاجات اللي هو بيعملها بس خلاص ده قرار بعد تحقيقات فده قرار اداري اي حد يطلع يغلط في اهلنا وفي اخواتنا لان الصعيد والفلاحين خط احمر كلنا انا فلاحة وناس كتير زي وناس صعيدة هم على رأسنا من فوق هم كيان البلد وهم اصل مصر فلازم نحترمهم وهو مقدرش الاحترام ده بصراحة غلط كتير قبل كده وتعدله مرة واثنين وثلاثة بس كان لازم وقفة والمرة دي الوقفة كانت مع الصعيدة فالطبيعي ان هو ما كانش هيقدر على الموجة اللي هو عملها بنفسه هو اللي اشعلها طبعا قرار صائب انا معي القرار جدا حتى لو ناس هتنزل تعارض معي وتقول ما انت بتتهجمي عليه وانت بتطولي انا بس برد على حاجة هو عملها في شعب كامل مش عملها في شخص بعينه هو عملها في شعب كامل فكان لازم وقفة ووقفة شديدة انا بتمنى لكم كل الخير حلينا في الصعيد حبيبنا الفلاحين انتم اهلنا وحبيبنا بتمنى لكم جميعا كل الخير وبشكركم جدا على حسن المتابعة شكرا سلام عليكم